تحياتي جميع هذا الفيديو مو مخصص لحتى اتناول في قضية بعينه واقصد هون قضية عائلة السقل انتشرت بالفترة الماضية وكانت ترند كتير قوي على المواقع الهولندي ومواقع بالذات الناطقة باللغة العربية انا مش مخصص هذا الفيديو لاتناول قضية بذاته بس بصراحة انا مخصص هذا الفيديو لحتى اتناول ردات الفعل احكي رأيه بردات الفعل اللي صارت على هذا الموضوع انا اللي لاحظته طبعا راح اعمل فيديو تاني اعرض فيه المواد كلياته اللي نوجدت على السوشال ميديا ممكن اعطي عنا شرح صغير وكل واحد يبني موقفه مش هحاول يعني يكون قدر الامكان حيادي احكي بسمه الاحاظات فيها ولكن انا هون بصراحة لاثارني الموضوع ردات الفعل على هذا الموضوع لاحظ ان اكتر الناس ما نناخدين ردة فعل بناء على حقائق اللي اتقدمت لهم لا وكأنني انا عم شجع فريقين كرت قدم ضغري ان اسمت على فريقين السوريين المسلمين والبقية الهولنديين الغرب ما بعرفش وانا مبين فريقي مين هو ما حدا حابب يسمع ما حدا حابب يسمع الصوت الاخر واللي اثارني اكتر انه كان في بعض الناس اخذت موقف عقلاني قالت لنا انه يا ناس تروه بذكر على سبيل المثال استاذ سومر شعبان اهل يا شباب تروه وطولوا بالكون يعني خلونا نتبين شو حقيقة الامر هو واحد من الناس حكيت بهذا الموضوع وطبعا لهم كل الشكر اتفاجأت بحجم التنمر اللي صار على هدول الناس يا جماعة وكأني إلا شوي يعني وصلت لبعض المراحل واحد يقول له انت يعني صرت مع حزب خيرت في الدرس يعني موضوع لهالدرجة يوصل انا مستوعب تماما بموضوع انه الناس يا اخي تتفاوت بمستوى الفهم ممكن شخص واصل مع الامات غلاط ممكن شخص مانو بحثيات الموضوع سمع قيل عن قال الموضوع حساس عنده شوي هذا الموضوع متفاهمه طبعا انا ما عم بحكي عالعيلة اللي هي بالمشكلة او الناس المرتبطين بشكل مباشر بالقصة انا عم بحكي عالناس اللي تقبلت هذا الموضوع يعني لهم وصلت معكم سباب شتائم اهانات طب ليه يعني هلأ نحنا تعودنا كل ايامنا ببلادنا في صوت واحد هلأ هم طلع صوت اخر يعني عم بحكي غير التيار الجارف بهاي المشكلة واصوات عم بتقول يا جمعة انه خلونا نستوضح الموضوع بس هيك يعني بس اللي حكي هيك هذا الموضوع بشو بثينا يعني شو بيأثر علينا لما بيكون في مشكلة حتى لو كان بتبين عندي السبب والحق مع مين وضد مين لما بيقول انه خلونا نطول بالنا نشوف حقائق اكتر او بيكون عنده تساؤل عبط رحب قضية انطرحت على السوشال ميديا انطرحت للنقاش العام وبالتالي انا باللحظة هلأ وانا افترض هالموضوع هذا صار معي وانا صار معي على فكرة قصة مشابهة رح احكيها لما بطرحها على السوشال ميديا انا بدي اتقبل كل الاراء اللي بدي تجي لاني صارت اسمها قضية رأي عام وبالذات اذا انا انا كنت الشخصة اللي طرحها على السوشال ميديا عمل قضية عامة وعمل قضية للرأي العام وعم بطلب تعاطف العالم معها كل من بديد اللي يدلو وبالتالي انا ما بيحق لي لما واحد بيحكي كلمة دغري انا خونه ماشي انت ماناك سوري انت شوف شو الجنسيتك يعني دقيق شوية نحنا شو اللي بيجمعنا يا جماعة نحنا كسوريين او كلاجئين انه نحنا كنا يوم ما في ازمة انسانية بتجمعنا سوا طب ما نحنا تخطيناها وبلشنا نقعد ونستقر خلونا نبلش نفكر بشكل عقلاني طب نحنا في عنا كسوريين وانا بحكي كسوري عنا عشر سنين حرب حرب بصراحة يعني لا تسروا لا العدو لا الصديق يعني نحنا ما تعلمنا شي منا يعني الانقسامات الصالت في المجتمع السوري يعني ما الا شبيه بالعالم ما تعلمنا مننا انه قال اللي اللي خيو وقت لي واحد تاني يحكي رائي مو علم رائي طبعا مو مخالف بسه ما وسطه لمرحلة يكون مخالفة عد واحد اثنين اثلاثة دورها بعقلي بعدين رد عليه لا هذا موضوع كتير كتير بصراحة انا كتير دايقني حسيت انه في ناس بدأت تحول القضية القضية هي فعلا غريبة وتقيلة شوي واحد يسمعه ما بتصير كتير بها البلاد اللي نحنا فيها يعني قد تكون معتادة بغير اماكن من العالم بيحول القضية من خلاف في قضاء في شرطة متدخلين فيه في جمعيات عم تشتغل فيه لقضية بلطجة وخلونا ناخد حقنا بيدنا ويا الله وعليهم يا شباب وهدول ما بيجوا غير بالعين الحمرة انا بحب وجه رسالتي لهدول الناس انه هدول البلاد هاي البلاد اللي نحنا فيها انا ما عبقول نحنا نخنع وننحني ونسمع مسبتنا بيدنا ونسكت لا بس نحنا فيه عندنا الف طريقة ناخد حقنا فيه غير طريقة البلطجة وبعده مين بدي ياخذ لنا حقنا بلشوا نستعين بالمغاربة والاتراك لحتى ياخدوا لنا حقنا يعني هذا المستوى اللي وصلنا له يعني ليش بدأت تتسوق هاي القضية المغاربة والاتراك شو اللي بيجمعنا فيهم آه يعني المسلمين ضد بقية العالم يعني المسلمين ضد الهولنديين وكأن الموضوع هو عنصري خلونا شوي بس هيك واحد يبعد شوي عن عن الانحياز التأكيدي تبعا ويفكر شوي في الموضوع هذا الشخص مثلا اللي صارت معه هاي الحالة بهي المدينة هل المدينة كلها يتاهي معادية للمسلمين خلونا نفهم هلأ الجار اللي طلع بهاي القصة أنا ما بدي أحكي عن تفاصيل أبدي أحكي بالمجمل شخص مؤذي وشخص يعني بصراحة يعني نادرا تلاقي منه بهولندا يعني يتصرف هالطريقة هاي العنيفة والآخرة أنا ما بدي أحكي عن الرد ولكن هل هذا الكلام يمثل شريحة كبيرة من هولنديين يمثل شريحة كبيرة من أهالي هيرلن خليني يقول أنا ما بدي أقول لك الماشي يعني هل الناس التانيين المسلمين اللي عايشين بهديك المنطقة لأنه تم تصوير الموضوع مو أنه في جار عم يتعدى على جاره لا جار عم يتعدى على جاره بسبب دينه ومعتقده وبسبب ارتداء زوجته للحجاب والجيران كلهم واقفين معه والشرطة متواطئين معه والدنيا كلها متواطئة معه هيك تم تصوير الموضوع أنا عموجه هون رسالتي الناس اللي عايشين بهولندا هل هاي سمع عمي بهولندا؟ أنا لأفترض الموضوع بهالطريقة هاي هل هاي سمع عمي؟ هل فينا نعمم هذا الموضوع على الحي أو على هيرلن؟ ما أعتقد هذا الموضوع بيمشي بهالطريقة ما أعتقد صح هون النظام القضائي والبوليس بيمشوا على رجل وحده خاطر صح وكلنا منعرفوا هذا الحكي غير مختلف عليه ولكن هل القضاء مش نزيه؟ نحن بنعرف شو شكل القضاء بهولندا الكل بياخد حقه لحد ما هو معادل مية بالمية ولكن بياخد حقه بشكل أو بآخر طب هلأ أنا لما بدول هاي قضية بقعد بعملها قضية مدخلين فيها أطراف مدخلين فيها ناس مختصين وبدولها بعملها قضية قضية اضطهاد للمسلمين المسلم استفاد شو يعني؟ المسلم استفاد شو؟ برجع بقول هل هي سمع عامة للأمور اللي عم بتصير بهولندا؟ كل شيء بتصير بهولندا عم يمشي بهالطريقة المسلم دائما عم يكون مضطهاد ونحن لما منا نستعين لحتى لا ينصر قضينا قضيتنا صاروا يعني عفوا يعني البلطجي بدي يجو ياخدون حقنا بنا ناخد حقنا بإيدنا البلطجي بدي يجو على هيرلين الشباب ويعملوا ويفعلوا ويتركوا يعني شو بدي يعملوا؟ بل نفرض هلأ بالقصة رح لو قاتي لين ثلاثة نفرض هدول الشباب اللي عقولوا بدي ياخدوا حقهم بإيدهم نفزوا تهديداتهم وراحوا أخدوا حقهم بإيدهم نحن استفدنا شو؟ صورتنا رح تكون كيف؟ فيه غلط بالأول عم نرد على الغلط بهالطريقة هاي تحريضه تهييج إعلامي وفعلا مثل ما قالوا كذا شاب حكوا بهالموضوع المشكلة المصيبة الأكبر أنه حتى الناس اللي حبت تحكي بهالقصة أخذت طرق جزء واحد من القصة رواية واحدة من القصة ونشرتها وحولتها وأنا بالفيديو القادم رح حطه حط فيه طبعا ما قدرت أتوصله يعني رح يكون طويل لذلك حاولت أقسمه فيديوهين رحط فيه كتير من المحطات كيف تناولت الموضوع جزء من القصة القاء قم باليدوية على بيت واحد سوري العنصرية في أوروبا يا أخي أنت يا أم تحكي القصة تحكيها كاملة بحاس فيها شوي يعني وعلى الأقل لما بدك تحكي شي أنت مانك متأكد منه قول كما يدعي الأب كما يدعي الجار كما يدعي أخي ما تقول أنه أنا هذا متبني هذا الموضوع ولكن يعني فرجيه للناس أحد القنوات شفتها حط ألقاقهم باليدوية على بيت شخص سوري هيك هيك بس هي أكيد أي واحد وطبعا طالع شخص عبي علق بقول نحن الإسلام كل الإسلام عم بصير فيه ونهيك يا جماعة أو هل هي هاي الحالة في أن ننعممها فيه تابعات للقصة وبظن كل الناس متفقى معاي أنه القصة هاي كان فيه إلى تابعات كتير وفيتي في بعضها بصراحة يعني أنا هوني ما أبدأ أقول الحق على مين ومع مين بس فيه تابعات كتيري مو فيه شخص مسلم قاعد بحاله بذاته إجا واحد اعتد عليه لأنه يتم مسلم هيك عبتتصور القصة ولاجئ وسوري وما بيعرف اللغة وإجوا بعدين أهل الحارة حردوا وكأن الناس هيك تتحافظ بكل بساطة راحوا صاروا يشتكوا عليه البلد كلها تعاطفت معه والشرطة تعاطفت معه والدنيا كلها تعاطفت معه حتى الشخص اللي متبني أحد هذا الطرف السوري آخذ على نفسه عاتق أنه يكون سوري زيال عن لزوم يعني أنت وقت تسمع هيك قصة بغض النظر عن هدوة العائلة ما بتحس أنه فيه شي ناقص أنه الأمور ما تمشي بهالطريقة هاي متل اليوم قصة بتذكر من فترة منيحة يعني كذا سنة حتى بالسويد يأخذوا الأولاد يأخذوا الأولاد عائلة عندهم مشاكل طبعا درجة موضة طبعا دائما الأصص كلها ما نتعلم منه نحن للأسف أنه نحن جابون على الأوروبا لحتى يأخذوا أولادنا هلأ عائلة صارت معها حالة معينة حتى لو انظلمت هالعائلة هل هاي التجربة عامة يا جماعة والله ما بدي الشغلي لعلم زرها ولا أنت في داعي تكون طبيب نفساني ولا لح محلل اجتماعي لحتى تشوف أنه هاي القضية هي منفردة معزولة ولا تنسى أنه أنت عم تسمع طرف واحد من القصة دائما نحن عم نسمع طرف واحد من القصة وإذا من أن نتأكد هل هالموضوع هذا وارد الحدوث نتطلع حوالينا بس شقد نسبة الإسلام اللي عم يتعرضوا لأضطهاد المنت عم تنشأ بيشد حجابة قديش عم تصير هاي القصة أنا ما عم بقول إنه ما عم بتصير قديش عم بتصير هل هي حالة عامة فينا نعممها لكل الناس نحن ببساطة لا هل لما عم يأخذوا أولاد واحد هاي الحالة فينا نعمم على الكل أو هني عم يستهدفوا الأجانب يأخذوا أولادهم منه ببساطة الموضوع له واللي ما بنمسدق تطلع حواليه ويشوف حواليه من السوريين من المسلمين من العربي شوف حواليه للأسف كان في نحن دائما بنصب لنا فخ نشوفه قدامنا ونحن منمشي 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 منروح لعنده كان في أطراف إلى مصلحة تحول القضية لقضية مهاجرين ومسلمين وبدو يجي مين يأخذ لنا حقنا مين بدي يأخذ لنا حقنا الأحزاب اللي ببالي بالكم زي الأحزاب التركية نحن من ندافع عنكم نحن يا جماعة نحن كالسوريين نحن ما لنا مصلحة نحسب على أي طرف نحن فينا نكون ناس مصوطين وفاعلين بالأيام بس نأخذ جناسة ونصير نصوط ونحن نرسل صوتنا نحن ما لنا مطلقين نكون أهل زمي بصراحة لحدا هدولي طبعا من أحب تعليقات اللي استفزتني هدولي المغاربة أبضايات بيجيون لنا حقنا نعم ليش نحن أهل زمي هون بهالبلد؟ يعني نحن عايشين ببلد من بلدان العالم المتقدم وبننا نعيش أهل زمي نعيش لحتى حدا يجيب لنا حقنا لا يا أخي في قانون بياخد حق كل العالم ووقت القصة بتتدول أنا بطلب التعاطف مو من السوريين بطلب التعاطف من كل الناس قضية إنسانية عائلة تعرضت لشيء معين يا ناس تعاطفوا معي اعملوا عريضة منقدمة للبرلمان منقدمة لمجلس الشعب مو منطلع من هوبر ومنحولها لهذه الشغلة المسلمين ومضطهدين وما بعرف شو لو المسلمين فعلا مضطهدين في هالبلد ما كان ضل مسلم فيه وخلونا ما نكذب على بعضنا ونحكي الصراحة لو كانوا السوريين بهالبلد منهانين ومنزلين الناس لهلا عم تقطع السبعة بحور على أمل تاخد إقامة وتجي تعيش في هالبلد بلا ما نكذب على بعضنا حارتنا ديء ونعرف بعضنا هذا الفيديو في العربي ما راح يتفرجها لأحد أهولندي شو كانت نتائجة هاي الشغلة؟ نتائجة فيه فعلا ناس تعاطفت وأخذت حتى من الهولنديين جانبه من القصة وقال إنه هالموضوع ما بيصير هذا الحكي تمام لغبار عليه ولكن بلشت ناس تأخذ ردة فعلة تقول لأ ما زال كبرتوا الموضوع نحنا كمان في عنا شي نحكي هذا الرجل لا يمثل إنه هاي القصة ما مزبوطة هذا الحكي صار يشكك بمصداقية كل شي نحنا راح نعمله بالمستقبل برجع بكرر برجع بكرر نحنا لما بنسمع هيك شي لما بتصير حالي من هالنوع الأفضل إنه نتقصى الأمر زائد أنا أول صفحة عربية أريت فيها عن الحادسة أريت فيها أنه الدولة الهولندية سحبت أولاد وأخدتهم حطتهم بمؤسسة ببلجية يعني هاي بحد ذاتها يعني أول قصيدة كفر أول قصيدة كفر أبدا تأخذ أولاد واحد وحطنه ببلجية ليش يعني هني موضع عندهم مؤسسات مثلا يعني هاي بلشت القصة وكل واحد يأخذ وبالذات بالنسبة لموضوع اللغة نحنا بسبب الأكترية ما في عندهم لغة أو بميل وحتى أنا بميل بالعربي وبالإنجليزية أكثر من الهولندي فنحنا ملزمين بمصدر واحد من المعلومات يعني بس يا جماعة خلونا نتعلم دارس على الأقل أنا رسالتي من كل هالموضوع من كل هالحكي اللي عم بحكي أنه خلونا خلو تكون فرصة نتعلم درس أخي ما تعلمنا من عشر سنين نحرب أنه كل العالم صار تكذب علينا باقي كنا بوضع ببلد ووضعنا مأل أل جينا قعدنا هون سنة سنتين ثلاثة أربعة خمسة طيب هلا نحنا حلنا نفهم البلد هذا كيف يمشي هذا البلد وهالبلدان هاي كيف تمشي في بلد كنا نفكرين تجني لا طلعته ما تجني بلاده في مشاكل في روتين في أخذوا عطا كتير بس بالأخير واحد ما بياخد حقه بيأثر الحالات بياخد حقه توصل الشغلي لمرحلة أنه أنت تتبهدل يتمسح فيك الأراضي وما حدا يطالب لك بحقك هذا الموضوع بهولنده ما بيصير أنا أدعي أنه ما بيصير ويطلع واحد اللي أنت غلطان ويبرر لهالشي هذا أنا بدي أحكي هوني قبل ما أختم عن حادسة صارت معي تحديدة أنا كان عندي جار الجار طبعا ما وصل موضوع لحد الضرب ولكن لأبل بشوي جار أول ما جيت رح أحكيها لأصة أول ما جيت عرفت علي عملت عزيمي للجيران عرفتهم بحالي جاني هذا الجار اللي هو يشكله يعني يشكله ما بيريح أسود وطويل وسندها وهيك بتحسوا تبع عصاباتي يعني شكله جاني سكران قعد معاي قال لي بشار الأسد كويس وانتو طالعين من سوريا بشار أسد أحسن منكم وانتو بشاهدكن لأمي جاي انت شحدوا ومنحكي من هذا يعني بس ما بعرفه لأ الرجال انتبهوا هذا أول لقاء صار بيني وبينه وحمل حاله وراحلت له انت شكله كسكران طبعا استفزيته أنا بكم كلمات وعادين شكله كسكران أم وتجيران حتى قال له أم روحها البيت ريح انت راحت لصة أيام اجت أيام صرت إذا امشي بالبيت يطلع علي الباب يوقف الدامر الجال كبير الجال كبير يسب لي وحكي من الزنار وتحت ويعني انت يا أخي المؤمن عود تحمل عصابك أنه تستوعبه أول مرة قلت له أخي أنا مرضان راسع بجانب طلع ضجت له أنا آسف طبعا هم لا في ضجه وما في شي أنا آسف بعدك ادارك الموضوع وما عمل ضجي ما زاء راسك عوجهك أم قال لي إذا بس مع صوتك بدي أعمل كذا وكذا قلت له لأ ما فيك تعمل شي احترم حالك وروح انزل على بيتك مرة اثنين ثلاثة وصلت الشالة أنه ما بقي يقلي لا إلا عم بتطلع ضجي ولا عم بتطلع شي عم العربي عم يستفزني لحتى أضربه كف ويتبلع عليه صار هيك يسبسبلي عينك عينك حقيت مع شركة البيوت الموضوع الروتين ممل عادة سجلت الحوادس كليات أنا حكيت مع شركة البيوت قلت له الصباح اثنين ثلاثة حكوا معاولها الرجال حكوا معاولها الرجال نقلولي وجهة نظر قال أنت بيجون عندك ضف طبعا بدو يتحجج هو أو أوقات بيكون راسي بيجعه أو أوقات كذا المهم خلاص طلح حكي قلت له يا أخي هذا ضجي يومي أنا بطلب منه طبعا قالوا قلت له ما في عندي مشكلة ما في عندي أي مشكلة أنا أعود أتناقش أنا ويا هو الطرف الثاني رفض قلت له يا أخي أنا طلبي لما بيسمع ضجي ياتصل فيكم ياتصل بالشرطة أنا رح بلغ الشرطة والشرطة إذا أجل عندي على الباب أنا رح أتصل فيهم رح صور وأتصل فيهم وفعلا مثل ما حكيت صار الموضوع بعد فترة تصل في شركة البيوت قالوا لي هو يرفض الاجتماع يحكي معك ونحن إذا شفناك تير عم يتضجي رح رح ننقله على مكان يكون هادي بالنسبة له هذا كان كلام شركة البيوت الشرطة استنيت الجار يوم اثنين ثلاثة الجار بحشش الجار سكرجي كان جاي آخر الليل جاء عمل ضجي بالبيت عم يكسر الباب الخلف نسيان ما فاتيحه تركته تاني يوم انتصلت بالشرطة قلت له ناذا الرجال مبارحة سابه واحد اثنين ثلاثة واجه الساعة ونص بالليل واجيران كلها تشافته وقت له عم يكسر الباب قالوا لي اوكي لما بيجي لعندك هذا البني هذا مع الباب تتصل فينا فورا فورا نحن رح نلاقي له حال راح تلقصة يا جماعة الخير اسبوعين زمان لقيته عم يجي يعني رح يغط على الرجل ويبوسه انا ااسف انا بيعتذر انا كان عندي مشاكل انا كسا انا كسا هيك نحل حدا سألني شو دينك لا حدا سألني انت بتشتغل بتاخد مصاري بتطلع مصاري ولا اعد على المساعدات لا حدا سألني شأتصر لك في هولندا لا انا تبعيد شركة البيوت اللي اجت اللي عندي وقت اللي جيت شرحت اللقصتي قالتلي هو مو على كيفه مو على كيفه انت جاي معك اقامي جاي لهون عبلدك نحن العنصرية عنا مرفوضة يا اخي انا هذا الموضوع اللي صار معي انا شخصيا هذا الموضوع اللي صار معي وهلأ عم بحكي والناس بتعرفني بتعرف على هالقصة يعني عشت بتوتر اخدت الشغلة ثلاثة اربعة شهور يا جماعة اخدت ايه ثلاثة اربعة شهور ثلاثة اربعة شهور يجي واحد يدق عليك الباب رجال كبير عبي يقول لك تع اضربني وقف قدام الباب البيت ويسب لك هيك وانا ها عم بسكوت شو بدي اعمل الامور بهاي البلد هيك بتمشي جاكرني لجاكرك باللحظة اللي بدي اضربه فيا يا اما بدي يصير اضربني لأضربك وجاكرني لجاكرك يا اما منروح اثنين 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 الشرطة وللأسف الموضوع هيك ما يبقى بيشوف على مين ومع مين انت عنيف وهو عنيف ايه وروح وحلو عنها التجربة عم بحكية لحتى وصل للناس اول ما بيجينا خبر يا جماعة خلونا شوي مبعد عن واطفنا مبعد عن واطفنا ليش على الاقل حتى ما نكون نحن نشهد وراء اي شي صار ماشي وحتى على الاقل انا انا واحد من الناس لو فاتح فيديو بديك الوقت عقول انا لانيتي سوري شوفوا شو عم بيصير فيني انا لانيتي مهاجر انا لانيتي الهاجر وكسبت تعاطف العالم انا يا اخي محروق كنت وقت انا شخصيا واتصالت معي القصة كنت محروق من جوا حسيت حالي انه يعني شو بعمل فيه والله هو رجال كبير وسكر جي وعلى حشاش اذا بنفخ عليه تطير يعني ايش بدي احكي معه شو بدي اعمل انا من جوا متدايق سألت قالوا لي يا اخي بيطلع بكون محروق متدايق وبفتع فيديو وبخلي العالم تروح يلا يلا يا شباب وكل واحد بده طبعا يتعاطف معي بالطريقة اللي هو شايف مناسبة هذا بدي يكسر هذا بدي يخرب هذا بدي يحرب هذا بدي يعمل لي حزب سياسي مشان يكسب اصوات يصير بدي يدافع عني انا بصراحة قد حل مشكلتي بس انا بقيت العالم مشكلة اكبر منها وهذا الموضوع مرفوض من النسبة مرفوض اخلاقيا مرفوض ما يعني انا هيك عم بستغل المساحة الحرية اللي انا متاحة الي انا بعرف ناس فعلا بصراحة انظلمت وفعلا انسكنت بمناطق اصلا ما متعودين يشوف الجانب انا شخصيا من خلال شغلي ورحت وشفتهم لهذول الناس ما لجأوا لهذا الاسلوب بصراحة ما لجأوا لهذا الاسلوب وحييونه بصراحة حلوا الموضوع بالطرق تاني ومرت الامور بسلاسة ولكن الرسالة اللي بدي وجهها انا مرة تانية بالاحرى كررة بدي اقول يا جماعة وقت اللي نحنا بنسمع رأي مو سوري مية بالمية او بدعم انحيازاتنا نحنا انا هلأ مداي انا سوري اموري مو منيحة الجوحة بيقول لي هني هوني ما بيحب السوري فأي خلاص هذا هو السبب بصراحة اول سبب بيختار ببالك مو دائما يكون هو السبب الصح اسهل سبب لحتى نقول نحنا نحط عليه عشان معنا مشاكلنا هو العنصرية هو البلد هو الحكومة هذا اسهل سبب فينا نحنا نحط مشاكلنا نزأ فيه ولكن هل هو السبب الحقيقي بكتير من الأحيان بيكون مو هذا هو السبب الحقيقي الموضوع صعب حياتنا بهالبلد صعب الناس اللي جاي ما بتعرف اللغة وما بتعرف الأمور بالبلد كيف مشياني مو صعبة كل واحد عبي يسمعني مر بهالتجربة بدي يقول لي اكيد صعبة ايه انت رح تجي من أول ما تقعد بتعيش حياتك مثل صلوا عشرين سنة بهالبلد وثلاثين سنة بهالبلد لا بدك تمر بدك تبزل جهد أكتر من اللي عادي أمور ومشياني وعبروك كله مع شغل وبرجي على المسعب هيتو اكيد بدك تبزل جهد أضعاف أضعاف العبيد بصيرو هذا الشخص بس مشان شو مشان انت تبني حياتك مو الحل أبدا انه نقول هي بسبب فلان أو فلان ومو حل أبدا انه نحن نمشي ورا سياسة الدغمة وقال لي واحد اه عرضته دونه فهو دائما المحق لا ممكن يكون هو الانسان هذا حاسس هيك وهو بدون أصل عم يحكي بهذا الموضوع بهذا الشكل لانيتو متدايق زي ما أنا كانت متدايق عرضت له هاي التجربة اي أنا كانت يعني بابدي اقناع حالي انه انه عنصري هذا الشخص هو فعلا عنصري ولكن يا أخي بالطرف الثاني شفت فيه ناس عم تاخدوا التعطي بالقصة لو هن موافقين على عنصريته وكانوا قالوا لي مو هو يلاح لي صار أخدوا عطا صحر أخدوا عطا كثير ثلاثة شهور أربعة شهور ظليت أنا وأكتر كمان بصراحة يعني مرة من المرات يا جماعة كان صار لي أسبوعين كنت عم بشتغل بفرنسا أسبوعين ما نجع على البيت واحد أسبوعين مسافر وما في حذر في بيته تجي بتفتح باب البيت تلاقي واحد بدل بدل ما يقول لك الحمد لله على السلامة أو شي يجي يسبك في أهلك جارك شو بتدخيله ردة فعلي كان تعرفوا شو كانت ردة فعلي تقول له وأنا اشتقتلك هيك جاوبته خليته يجنه يقعد ويصيحه والجيران تتفرج عليه جننته هذا الحل هذا الحل سألت أنا ناس هولنديين وقالوا لي أوعك تغلط الغلطة هل الموضوع سهل كان علي هل الموضوع سهل أنه وحي سبني في أهلي وأنا قال له والله يعطيك العرفة اشتقتلك ما كان سهل بس يا جماعة خلونا نتعلم شيء من هالبلد أنا ما عم بحكي أنه كل شيء عم نتعلمه منه نهو الشيء الصح هو وهيك لازم نمشي لا أنا بالنسبة لي أنا بأمين لموضوع أن يكون فيه حكومة وقت اللي بصير فيه غلط تدخل فورا تحتاخد لك حق منخطئ تعاقبه والمظلوم تنصفه للأسف الموضوع هون الروتين والبير القاطع اللي بيمشي بالبلد كله بيأخره بخليك تتجأ لأساليب تاني ولكن نحن كناس عايشين بهالبلد ما لنا مصلحة أبدا نكون أهل زمي ما لنا مصلحة أبدا نكون هيك طايفة نتميز على غيرنا ونحن منا نوقف مع بعضنا ونحن كنا قادرين نوقف مع بعضنا بتوقع ما جينا لاجئين لهون نحن منا قادرين ما لنا قادرين نتفع على أبسط أبسط الشغلات في بلدنا ونحن مختلفين كتير عن بعضنا السوريين نحن منا نضامن نحن منا نضامن مع قضية إنسانية بس إنسانية لأن يتو هذا الشخص إنسان في مشكلة من طالب نحن الجهات المختصة تحلة منتظاهر منعمل عريضات أوكي نعمل على السوشال ميديا ولكن أبدا أبدا ما مندعو للعنف ولا أبدا منقلل من إنت الدولة اللي نحن فيها ولا منحط حالنا طرف فريق فريق مشكر قدم فريق يمكن يعني بدي أقول في جيش ضد جيش آخر أبدا ما لنا نصلحة بهذا الحكي أنا طولت عليكم بهذا الفيديو الفيديو التالي رح أعرض في المواد كلها اللي جمعتها في شيء له طعمي وفي شيء ما له طعمي رح نوهلكم بالفيديو لهاي المواد اللي بتعلق بها القصة مشان اللي بده يشوف يبني رأي ما يبني عن اللي عم بحكيه أنا أبدا بدي يبني رأي شوف هذول الفيديوهات ويبني رأيه الخاص أنا ممكن شير لبعض الأمور المهمة بهذه الفيديوهات والباقي اللي حكم بيكون لكم بتمنى تظلوا بخير آسف إذا كان رأيي تقيل على حدا بتمنى ما أتعرض لهجم التنمر أخرى ما تتعرض لغيري باي باي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر